اشتركوا في القناة احمد وما زينة الايام الا محمد في الموسيقى الدينية تعددت المقامات منها ممتاز بالروحانية والخشوع ومنها ما يبعث البهجة والسرور اما مقام عجم شيران فكان مقام النشاط واسعاد الروح وفي تركيا ارتبط بالقرآن ومختلف المناسبات الدينية خاصة في رمضان مقام عجم شيران مقام عجم شيران يدفي الفرح ويبث النشاط والسعادة في الروح ويحسن الحالة المزاجية لدى الانسان وفي الموسيقى الدينية التركية هناك العديد من الاناشيد الدينية على مقام عجم شيران نسمعها خصوصا في بداية ونهاية شهر رمضان المبارك كما نقرأ بمقام عجم شيران في الركعات الأربع الأخيرة من صلاة التراويح على طريقة أندرون أما الأذان فليس من العادة أن يقرأ بمقام عجم شيران فقط وبشكل منفرد لكن في أذان الفجر يمكن استخدام هذا المقام في جزء من الأذان وليس كله أما الأذان وليس كله يمكن أن يكون في الركعات الأخيرة موسيقى أما الأذان موسيقى أما الأذان حيّا للفلاح حيّا للفلاح حيّا للفلاح اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وايضا يستخدم مقام عجم عشيران في الابتهالات او ما نسميها ابحار المولد النبوي الشريف مثل بحر المناجة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ايضا سواء منفردا او مع مقام اخر مثال على ذلك يستخدم المقام في السور القصيرة مثل سورة الاخلاص اوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا نحد اللهم صل على محمد واجرت العادة ان تكون الابتهالات في رمضان بمقام عجم عشيران واحد هذه الابتهالات هو بعنوان المصابح في كل مكان وسأوأدي لكم جزءا منها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والممارك و زلاد Raven هارها جنم علمام PA حينما يزى стала الأخذة منصب الشديد والم بحينما يز comeback ضل دجامي لا رفد ديم مميد لا ريلا يوجد أيضا قصائد باللغة التركية بمقام عجم عشيران وسأتلو لكم جزءا منها وجزءا من قصائد الشكل التي تكون باللغة العربية يا رسول الله عجب كم دير بزا سندا يقين يا حبيب الله يا حبيب الله عجبك يا حبيب الله عجبك يا حبيب الله عجبك هام قلبي عندما ذكر النبي المختار لقد شرف اللكوان بالفضل أحمد وما زينة الأيام إلا محمد من مثل جدكم الذي اخترق الأولى ليلا وقاعده الأمين جبريل وأن محمدا لرسول صدق حبيب الدين نزيه ودليل اللهم صل وسلم وبارك عليه آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير اشتركوا في القناة